من جنبي أكد البحار حبيب عباس أن الدوريات القطرية تعمدت اقتياده إلى السحل القطري باستخدام قوة السلاح ومن ثم إخضاعه لإجراءات تعسفية تسببت له بمعاناة شديدة أول ما توقفنا تاريخ 13 و أنا كنت على الحدود بالضبط يعني أنا في حدود البحرين مو في حدود قطر وأول ما جتني الدوريات الثنتين ضربني قدام بالطرون إليه يقول لي جيب البطايق قلت لي ليش أعطيك البطايق أنا في حدود البحرين قال جيب البطايق قلت ليه أنا في حدود البحرين بشكل أجلب البطايق مني ودأك وتعلي اللي مبرز الاسلاح إذا اتحركت شي بسيطا على حدود البحرين شي بسيط اتحركت وضربني بالطرات قدام واحد من وراي إذا ما تقدر تتحرك أنا يوم كلمتم أبا ضابط يجي شايكة كل جهاز واضح إذا أنا دخلت في حدودكم قليش قال لي يوم كلمتم ليقول له هادي اللي جابوك جهة ثانية وحنا جهة ثانية قلت لهم ما يصير يعني هذا الشي حرام أنا بيتم مقهور شليلة متى يعني أنا ما دخلت في حدودكم انتو تودوني وتحاكموني يعني هاي الشي اللي صار من بعدين أخذوا أنا ودوني رويسي يعني هاي الشي قهر أنا عشت طول الوقت وأنا مقهور هناك يعني أنا جاي إياي ما إشلون بتحاكموا على شي أنا ما سويته قهر اللي خدني يعني عليهم وأكثر من الشخص كلمت يعني هناك هاي وكيل النيابة لأنه مرتين عرضونا على النيابة يعني عقوب بداك وعقوب بأربعة أيام بعد نيابة وكيل النيابة والنيابة شارحة لواكيل النيابة بالضبط قلت لأنا والله هاي الشغلة صراحة حرام اللي صراشتني أنا قلت لأنا أنا جاي مغصوبة الحين يعني أن smoother عقوب بتحاكم على شي أنا ما سويته قالوا إلى الواكيل النيابة إن شاء الله وإن شاء الله وسجل كل أقوالي قلت لأنا يا الواكيل النيابة قلت لأنا الحين أنا بتحاكم على شي ما سويته خليت Jill يكون الجهاز قلت لأ ما اوضوعي هو لموصل ترويس إنه يعني قلت لأ بغضابط ينزل الطريق قبل إن شاء الأجهزة يتحيق. ما أحد يعني ما أحد عبره.